يعطيكم العافية جميعا خلال الفترة الماضية تواصل معي مجموعة من الزملاء بخصوص اعادة تهيئة التيم لغايات اعادة استعماله للفصل القادم طبعا وحصل انه خلال فترة الامتحانات ايضا احتجت اعمل نفس الشيء باني افضي واحد من التيمز من الطلاب وبالتالي اعيد ترتيب الامور للفصل القادم فواحدة من الاشياء اللي لاحظتها انه بعد فترة بعد ما تبلش تشيل بالميمبرز عن طريق طبعا قائمة الميمبرز او عملية منيج للتيم تبين عندك هاي القائمة في عندك الميمبرز كل ما تكبس اكس 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 بشيل اربعة خمسة بعدين بتبلش العملية تصير كثير بطيئة وايضا العملية اصلا مش فيزبل ولا منطقية بالنسبة للاشخاص اللي في عندهم عدد الطلاب فيهم كبير فانا اللي رح ساوي اليوم رح وارجيكم هيك مجموعة من الخطوات السريعة كيف نحنا ممكن نعمل ازالة لجميع الميمبرز الموجودين بالتيم اوتوماتيكيا خلال عشر دقائق بكونوا راحوا كلهم بس طبعا بدون جهد على المدرس وبدون ما يقعد يضل يكبس اكس 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 او يستنى التيمز يعمل ريسبونس معه فانا اللي بدي اساوي على الجهازي بدي اعمل التالي اول شغلة رح اروح على الويندوز منيو واكتب الويندوز وهي عبارة عن command line system او command line انترفيس بتساعدك انك شوي بتتعامل مع الويندوز بطريقة مختلفة عن طريقة بواجهة رسومية فانا اعمل رن للباورشل as administrator لما بعمل as administrator تفتح عندي هاي الشاشة الزرقه اللي فيها command line هاي الشاشة الزرقه بجوز اللي بتابعوا فيديوهاتي لاحظوا انه ايضا واحدة من الخطوات اللي انا عملتها بالفيديوهات واحدة من الاشياء اللي عملناها هي اضافة users in bulk قبل ما تطلع refined microsoft teams plugin فwe had to use هاي الشاشة الزرقه بعملية الاضافة لاليوزرز اللي رح اساوي برضو من خلال هاي الشاشة رح وارجيك كيف ممكن تشطب كل اليوزرز الموجودين بجروب واحد من خلال ثلاثة كومانز موجودين امامك بس قبل ما نعمل هذول الثلاثة كومانز بدنا نهيئ ملف مشان نقدر نستعمله بهاي العملية وبالتالي انا رح اروح على الاتمس نفسه اروح على الانسايتس لهذا التيم مثلا بغض النظر عن الطلاب اللي موجودين فيه عدد الطلاب موجودين فيه واكبس على الانسايتس اللي موجوده هون ومن الانسايتس بدي انزل قائمة بايميلات كل الطلاب اللي موجودين عندي كل الانسايتس تبع الطلاب الموجودين على التيمس بمجرد ما اروح هون اروح على قائمة الطلاب مثلا هاي على الستيدنس اكتيفيتي من هون بس بكبس على الثلاثة نقاط اللي هون بعمل اكسبورت اكسل عملية الاكسبورت للإكسل رح تنزل عندي ملف اكسل فيه قائمة بالطلاب الموجودين بهاي الشعبة وطبعا الانسايتس بنزل تقرير مفصل حضورهم وغيابهم وحضورهم على التيمس اذا كان فيه محاضرات على التيمس وما الى ذلك فبطلع عندي زي هون وبفتح عندي ملف زي هذا الملف الانسايتس اللي فيه قائمة بمعلومات الطلاب ثواني بتفتح القائمة انا بدي منها جزء واحد اللي هو ايميلات الطلاب الموجودين على التيم مثلا هون في عندي هاي قائمة الايميلات للطلاب وحاخذهم اعملهم copy اعمل ملف جديد على الاكسل اعمل paste اعطي هون اسم اسم اسميهم مثلا students mail ويفضل تكون كلمة واحدة مش كلمتين بدون فراغات وبعدين بروح على file save as وبخزنه مثلا على الديسكتوب الاكستنشن تبعه مش اكسل بخزنه باكستنشن بسموه csv comma delimited comma delimited وبعطي اسم مثلا one 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 dot حتى one 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 بكفي وعملوا save صار عندي ملف اسم العمود في students mail وقائمة الطلاب اللي موجودين عندي في هذا الكورس بعدهم 45 طالب هلا نفس الفايل رخلي موجود بس مشان انسخ اسم العمود من هون وبرجع على powershell اللي موجود عندي رح اعمل التالي اول اشي مشان اشبك على الميكروسوفت تيمز بس تعمل الكوماند الموجود بالسطر الاول اللي هو ميكروسوفت تيمز بعمل كونكت وبستنى لبين ما تفتح لي شاشة الكونكت اللي بتطلب مني اليوزر نيم والباسور تبع الجامع بحط هون اليوزر نيم تبعي طبعا كاملا بعدين بحط الباسور تبعي بعمل كونفيرم عن طريق رقم تليفوني وصلتني ميسج رح ادخل الكود تبعها وبعمل اللي هون رح يعطيني كونفرميشن انه الـ باليوزر نيم تبعي على دومين الجامع الأردني لحد الان ممتاز هلا الشغلة الثانية مشان اشطب اليوزر من تيمز بدي اعرف التيم الي بدي اشطب منه اليوزر هلا التيم هذا في الو اللي نحنا منشوفه على التيمز وفيها مايد موجود عند مايكراسوفت بدي اجيب الروب اللي موجود عند مايكراسوفت باستعمل الكوماند الثاني get team الـ الـ display name ايش اسم الـ team موجود عندي على الـ teams اصلا اسمه dss for business بهاي الحالة بعمله manage team او حتى من هون بعمله copy وباخذ الاسم زي ما هو وبحبه هون وبستلنا شوي مايكروسوفت تجيب لي الـ id تبع هذا الـ team الـ id رح يشبه اشي زي هذا الموجود فوق وهذا الـ id مهم كثير منشان اعرف مين الـ user او الـ user ابدا اشتبه وين موجود بأي team لابين ما يجيب لي الـ id تبع الـ team رح نحكي على سطر رقم ثلاثة سطر رقم ثلاثة هو بعمل بفتح الملف الـ csv اللي انا عملته قبل شوي اللي فيه ايميلات الطلاب ولكل ايميل موجود بالـ group اللي انا بدي اطول الـ id تبعها هلا يعني الـ team بهاي الحالة رح اروح على العمود اللي اسمه students mail هلا رح نغير هاي بدل الـ user principal name رح اسمني students mail وطبعا للتصحيح برضو الملف اللي احنا عملنا اسمه 111.csv وشوي بس اجيب الـ group id من هون رح احط الـ group id بين الـ اللي موجودة هون بهاي الحالة رح يشطب لي كل الـ users اللي موجودين بالـ team بس بانتظار الـ id اللي رح يجيب لي من الـ Microsoft Cloud يجيب لي اسم الـ team او الـ id تبع الـ team للسطر الثالث طبعا يجدر الانتباه انه بما انه 111.csv موجود على الـ desktop انا لازم انقل الـ path الموجود هون برضو انقله على الـ desktop فهلا رح وارجيكم كيف رح انقل الـ path ومباشرة كيف رح اعمل run لـ command رقم ثلاثة بانتظار يعني خلينا ناخد ثواني لبينما مايكروسوفت هاي مايكروسوفت جابت لنا الـ group id هاي هاي الـ group id هاي اسم الـ team visibility hidden me بس انا بشوفه انا وطلابي وبالتالي رح اروح هون على السطر الى فوق وحط الـ id تبعه هون هاي قصار الـ id تبعه جاهز باخذ هذا السطر بعمله copy وبروح بعمل الـ path اللي هون بعمل cd backslash بعدين ببلش من عند الـ c كيف ادي اعرف الـ path ممكن اخذ الـ path من هون c users user او خلينا نبلش من هون this pc من الـ c من الـ users من الـ user اللي انا اشغال عليه على الجهاز من الـ desktop هاي الـ desktop الملف الموجود 1-1-1-1.csv باخذ الـ path هذا من هون شايفينه؟ بعمله copy وبروح هون بعمل cd بعمل paste للـ path وبحبس enter بجيب لي الـ path هون الـ path بس قبل ما اعمل run بدي اوارجيك انه الـ team اللي موجود عندي في 45 member 45 member موجودين خلال 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 نحكي 10 دقائق ما اعمل run للسطر اللي موجود ميكروسوفت والـ update هذا الـ team ورح ارجعلكم بصورة فيها الممبرز والـ guests صفر فنعمل run ونستنى لبين ما مايكروسوفت تشطب لي كل الـ users الموجودين بالـ team تمام رجعنا بعد تقريبا ثلاث دقائق بالضبط كان الـ powershell مخلص الـ run زي ما انتو شايفين صار في عندي team نفسه ما في ولا ممبر عدد الممبرز والـ guests بساوي صفر هلا كل ما هونالك ممكن نعمل هون disconnect من الـ teams لما تعجز show command بتورجيك الـ commands in a visual interface انتو يمكن filter them out according لـ microsoft teams في عنا disconnect microsoft teams ونرن disconnect microsoft teams وهيك منكون فصلنا على teams وفضينا team من الممبرز يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله يكونوا استفدتم من المده